تحت مظلة مبادرة كلنا واحد جيل جديد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ومناسبة عيد الفطر المبارك وصلت وزارة الداخلية احتفالاتها مع شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة وتم اصطحاب شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة إلى عدد من دور رعاية الأيتام والمسنين والمستشفيات لتوزيع الهدايا على نزلاء هذه الأماكن لترصيخ قيم التعاون والمساعدة لديهم نتابع استمرارا لما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة في اطار مبادرة كلنا واحد جيل جديد برعاية الرئيس الجمهورية التي غرست فيهم قيم الولاء والانتماء والمحبة والتسامح فقد حرست الوزارة على استحابهم إلى مستشفى سرطان الأطفال 57-53-57 ليشاركوا رجال الشرطة تقديم هدايا للأطفال الذين يتلقون العلاق بها بمناسبة عيد الفطر المبارك وهو ما أسهم في رفع روح المرضى المعنوية لما تشوف أمضى الحفيق يحموا يبنوا اليوم كتير وليك يا مصر يردوا الدين لك لملتنا ما تبقى قد إيه هما شكرهم النهاردة والثقافة بتاعتهم أنا شايف الثقافة بتاعتهم مختلفة وأنهم مجرد أنهم جايين عشان يساعدوا الأطفال هنا اللي هما ممكن يكونوا أقر حظ منهم وأنهم يعرفوا أنهم يحمدوا ربنا على اللي هما فيه وقد استلم الشباب صناديق الدخار كنوات أولى لمساهمات مستقبلية منهم في علاج هؤلاء الأطفال فقد رصخت المبادرة في نفوسهم كيفية عمل الخير والمشاركة المجتمعية كنا منوزع على الهدايا على الأطفال كنا فرحلين بجد عشانا فرحناهم وكده وده اللي بتعلمهن دايما المبادرة دي بشكر المبادرة اللي هي جابتنا مستشفى 57-57 وتعلمنا حاجات كتير جدا زي أن إحنا نسعب بعض ونعمل الخير بمشكر الزوات الداخلية على الزيارة الجميلة اللي عملوها الأطفال النهاردة ودهما كده إن شاء الله تتكرر يعني وربنا جذب خير الزيارة النهاردة كانت كويسة جداً بتبسط الأطفال وبترفع من روحهم المعنوية كنا صارونا تطريبين وشكراً لوزارة الداخلية اللي هي جابتلي اللعب دا كلها وشكراً للزباط اللي هم بيجبوا لي اللعب كلها وفرحوني قوي المهاردة موسيقى 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 اهنا التطريبات والطلاب جاي الجديد معنا إن هم وزعوا عليهم الهدايا ومavezوثين جداً بهم ولعبوا معاهم وقفرحوا معاهم يفرحوا الأولاد جداً وشرفونا ويعاب دايماً يشرفونا دايماً في العيد وكل الأعياد وبنشكر طبعاً من كل الناس اللي زهمت في حاجة زي كتا الزبات الجم قعدوا معينا وإحنا كنا ندفتين بيوم جداً وجواينا هدايا وإحنا في أجناء معي إحنا كنا بنعملوا على الشغية بتاعنا وبنشكر في سالتياري فأنا بداية جميلة كنا شاملوا طيبين وعيش عيه مبسوطة جداً جداً أن أنا جيت النهاردة وزورت إخواتي في الدار وأتمنى أن يا ربنا يشفيهم إحنا النهاردة جينا داري لأيتام وبجد أحسنت أنه عيد مختلف عشان أنا فرحت إخواتي ومبادرة علمتني أن أنا زي أعمل خير مع إخواتي مبسوطة جداً بصراحة والإحساس أن أنا حاسي بصراحة مبسوطة أول مرة أعمل خير زي دوت النقلة الإيجابية في ثقافة هؤلاء الشباب بدت واضحة في تفاعلهم مع نزلاء دور عاية المسنين حيث أتحت لهم مبادرة جيل جديد زيارة هذه الدور وتقديم هدايا لنزلائها بمناسبة عيد الفطر المبارك مبادرة جميلة جداً وإنسانية جداً وبنشكر سيادة الرئيس على رعايته لدار المسنين ودي حاجة يعني سابقة حلوة ومبادرة جميلة صراحة زيارات ديات بتغير المسنين خالص بمبسوطين جداً فتشكر نشكر وزارة الداخلية طبعاً وسايد الرئيس إن هو على طول بيجلنا في كل المناسبات مبادرة جيدة جداً ويعني دعم وتوافق بين الجيل الجديد والجيل القديم ففعلاً يعني بنشكركم بنشكر على كل اللي انتوا بتعملوا جيناً المبادرة دي يعني مش عايزة أقول لحضرتك إن دي كان لازم نعملها من سنين ولكن يعني نتمنى إن كل الأطفال دي تطلع نشئ صح إحنا عايزين كل أولادنا يبقوا على أعلى مستوى من كل حاجة من أخلاق من تعليم من قدد من يعني كل حاجة توقفهم على رجليهم رجالة وستات محترمين موسيقى أنا جاي النهاردة عشان أصور درهم السنين وأقول لهم كل سنة وإنتوا طيبين بحتفل معهم بالعيد أنا فرحانة النهاردة من أنا جيت مدرهم السنين وبحتفل معهم بعيد الفتر وبشكر مبادرة كلنا واحد إن هي ديتنا الفرصة دي اللي إحنا نيه مبادرة كل واحد تعلمتنا الانتماء والولاء والخير وإزاي نزاعد بعض موسيقى شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة من الأصمرات إلى معن وأهلين وصولا إلى بشاير الخير بالإسكندرية تحت مظلة مبادرة الجديد أصبحوا أكثر مساهمة إجتماعية بعد أن ساهمت المبادرة في بناء قدراتهم الثقافية والوطنية ليكونوا بحق أجيال جديدة قادرة على بناء وطنهم موسيقى موسيقى منذ أن أطلقت وزارة الداخلية مبادرة كلنا واحد جيل جديد وهي تسعى من خلالها إلى غرس قيم الولاء والانتماء والمحبة وروح المساعدة لدى شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة وهو ما يتجلى في مشاركتهم المرضى بالمستشفيات ونزلاء دور عاية الأيتام الاحتفالة بعيد الفطر المباركة عبدالبركات التلفزيون المصري